من قصص الفصحاء ونوادر الملغاء قصة الفضل بن الحسن في مجلس الخليفة حيث دخلت حسن بن الفضل على بعض القلفاء وعنده كثير من أهل العلم وأحب الحسن أن يتكلم فزجر وقال يا صبي تتكلم في هذا المقام فقال يا أمير المؤمنين إن كنت صبيا فلست بأسعار من هد هد سليمان ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال أحضت بما لم تحق به وقال ألم ترى أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بأكبر لكان داود أولى دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك لقد حكمت فقصت فقال لها من تكونين أيها المرأة وقالت من آل برمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت ناوالهم فقال أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره وأما المال فمردود إليك ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا ما نرها قالت إلا خيرا قال ما أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة وإذا سكنت العين عن الحركة عميت وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر إذا تم أمر بدى نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم وأما قولها لقد حكمت فقصدت فأخذته من قوله تعالى وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا فتعجبوا من قولها ذلك ترجمة نانسي قنقر